السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الزراعي في مصر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن قسم فني انتاج حيواني ودجن تكلمنا الحلقة اللي فاتت على وحدة طبعا الطيور المائية وقلنا إن هذه الوحدة من الحاجات الهمة جدا لكل أو لشريحة كبيرة جدا من المجتمع ناس كتير جدا من أهلنا بيهوى تربية الطيور المائية بأنواحها المختلفة كل طبعا أنواع البط المختلفة سواء كان وذكرنا العديد من أنواع البط زي ما قلنا كده نسترجع مع بعض كده بعض الأشياء قلنا طبعا فيما يتعلق طبعا يا وحدة الطيور المائية بتتكون من شقين أساسيين اللي هو البط والأوز البط طبعا وقلنا إن الاثنين أو الطيور المائية بتتميز بمزايا عديدة قد تصل إلى 18 ميزة من المزايا اللي هي طبعا بتمكنها وتمكن الناس من التربية فيها بسهولة نظرا لشدة مقاومتها للأمراض إنها طبعا بتتغذى تغذية اقتصادية على معظم الحشائش والشجيرات الصغيرة الموجودة بجانب المراعي أو في الطرع والقنوات تتغذى على الأسماك وغيره طبعا بتتميز باللحوم الحمراء وارتفاع القيمة الغذائية للحومها وقلنا مزايا عديدة جدا للطيور المائية ذكرنا في الطيور المائية اللي هو البط زي ما قلتلك بعدة أنواع قلنا هناك سلالات تربى بغرض إنتاج اللحم ومنها طبعا البط المسكوفي والبط البكيني والبط المولر تمام والبط الروان ودي سلالات متميزة في إنتاج اللحم وأيضا عندنا سلالات متميزة في إنتاج البيض قلنا زي بط الكاكي كامبل والعداء الهندي وقلنا عندنا سلالات كمان تربى بغرض الزينة زي بط الملارد وكتير جدا من الأنواع أيضا تربى في بغرض الزينة ولكن ده يعني مش موضوعاتنا الكتير بالنسبة للزينة واتكلمنا على أهم السلالات التي تربى في مصر من طبعا البط سواء كان البط السوداني البط الدومياطي إحدى الأنواع المنتشرة وطبعا معهم البط المسكوفي حاليا من أشهر الأنواع التي تربى في مصر عرفنا طبعا مدد التفريخ عرفنا الصفات الشكلية والإنتاجية للأنواع المختلفة لهم البط النهاردة بقى هنتكلم على الأوز بأنواعه المختلفة وطبعا صفاته الإنتاجية برضو المتميزة ياريت إن شاء الله نقدر نوصل لكم المعلومة وورقتك معاك وألمك معاك ويلا بينا ندون بعض المعلومات اللي هتكون مهمة جدا في عمليات التقييم خلال هذه الوحدة وخلال هذا الترم هنتكلم على الأنواع الأوز أول نوع من أنواع الأوز وده اسمه أوز التولوز أوز التولوز طبعا سمي بهذا الاسم نظرا لوجوده في مدينة تولوز بفرنسا فطبعا لما اكتشف يعني اكتشف في هذه المدينة فلذلك سمي بأيه أوز التولوز نشأ في مدينة تولوز بفرنسا وهو كبير الحج تنتشر تربيته عالميا تمام يعني مش بس بيربى في مصر لا ولا في فرنسا بس لا ده بينتشر تربيته عالميا لون الريش ميز بقى كده ما بين الالوان ما بين الاشكال عشان تبقى لما تشوف السلالة دي تعرف ان السلالة دي سلالة ايه لون الريش رمادي محمر عند مقدم الصدر يعني فيه عند مقدمة الصدر كده حتة حمراء بسيطة ومؤخر البطن ابيض يصل وزن الزكر الى 10 كيلو جراء والانسة 8 كيلو جراء وتنتج الانسة من 30 الى 40 بيضة في السنة ولونه ابيض لون البيض نفسه ابيض محمر ومدة التفريخ 30 يوم ايه الكلام ده يا مستا قلتلك ارجع لي كده اول سلالة من سلالات الاوز سلالة اوز التولوز هذه السلالة اطلق عليها التولوز نظرا لاكتشافة اوجودة في مدينة تولوز الموجودة في فرنسا هذه السلالة سلالة عالمية يعني تربى على مستوى العالم لان طبعا هذه السلالة زي ما قلتلك تتميز باللون الرمادي اللي هو طبعا عليه بعض النقاط الحمراء او محمر كده في منطقة الصدر والبطن ويسأون طيب السلالة دي ليه بقى عالمية او منتشر عالمية تربى هذه السلالة الزكور منها قد يصل متوسط وزن الزكر الى 10 كيلو جرام وده وزن مش شوية وزن كبير جدا ومتوسط وزن الاناس 8 كيلو جرام يبقى متوسط وزن الزكر 10 كيلو جرام متوسط وزن الاناس 8 كيلو جرام بتنتج حوالي من 30 الى 40 بيضة سنوية وده كلام مهم جدا بالنسبة لان انواع كتير من الاوز بترقض على البيض او بيتاميل للرقاض على البيض فبالتالي بيفقص البيض وبيطلع لك سلالات تانية وده حاجة مهمة جدا يبقى بتدي متوسط انتاج بيض سنويا من 30 الى 40 بيضة سنوية طيب لون البيض نفسه بيبقى ابيض محمر يبقى احنا كده قلنا الصفات بتاعة اوز مين اوز التولوز يبقى يتميز اوز التولوز باللون الرمادي تمام ولكن فيه مناطق حمراء فيه منطقة الصدر والبط المتوسط وزن الزكر كامة مستق 10 كيلو جرام طب الاناس قد تصل متوسط وزنها كام قد يصل وزنها الى 8 كيلو جرام طب بتنتج عدد من البيض كام من 30 الى 40 بيضة سنويا وطبعا البيض بيتميز باللون الابيض المحمر اعتقد كده صفات انتاجية بسيطة وشكلية بسيطة لاوز التولوز وده اول نوع من انواع الاوز التي تربى عالميا ومنتشر تربياتها عالميا ومن اشهر الانواع كما تمام يا شباب؟ طيب نشوف بعد كده وطبعا ما ننساش ان مدة التفريخ في الاوز هنرجع تاني رجع لي تاني مدد التفريخ المختلفة وده كلام مهم جدا جدا بالنسبة لنا ما ينفعش عدرتك تدرس الطيور المائية دون ان تعرف ما هي مدد التفريخ المختلفة للانواع المختلفة من الطيوم في الاوز التولوز تحديدا مدة التفريخ فيه 30 يوم في البط السوداني اللي هو طبعا قلنا من 33 الى 35 يوم وكذلك البط المسكوفي عندنا طبعا البط اللي هو الدومياطي 28 يوم مدة التفريخ دي هامة جدا يجب ان تعلم عنها الكثير وتبعارف مدة التفريخ كام طب ليه مستق عشان لو حضرتك اجريت عمليات التفريخ تبعارف المدة اللي هيستغرقها او الفترة اللي هيستغرقها الجنين اثناء وجوده داخل البضا حتى ينمو ويكتمل نموه ويخرج كتكوتا سليما يبقى مدة التفريخ فيه اوز التولوز 30 يوم مدة التفريخ في البط السوداني من 33 الى 35 يوم وكذلك البط المسكوفي من 33 الى 35 يوم البط البكيني 28 يوم البط الدومياطي 28 الى 30 يوم في الحدود دي تمام عندنا دي الانواع المختلفة لانواع او مدد التفريخ المختلفة اللي يجب ان تكون على علم جيد بيها طيب نيجي نشوف ايه تاني عندنا تاني نوع من انواع الاوز وده اسمه اوز الامدن طب لماذا سمي باوز الامدن يا مستق هذا النوع وجد في مدينة امدن الموجودة بالمانيا ولون الريش ابيض الرقبة طويلة يبا يتميز اوز الامدن باللون الايه الابيض وان الرقبة بتاعته طويلة ولا يوجد عليها زوائد يبا الرقبة طويلة ملاش اي زوائد لحمية حمراء ولا غيره ويصل وزن الزكر الى 9 كيلو جرام ركز ودون المعلومات دي في الورقة بتاعت حضرتك وحضرتك وانتقعد معي عشان نعمل كده مقارنة ما بين اوز الامدن واوز التلوز تمام مع بعض اوز الامدن قلنا متوسط وزن الزكر فيه 9 كيلو جرام بينما متوسط وزن الزكر فيه اوز التلوز 10 كيلو جرام طب الايه ناس 7 كيلو جرام للانسة في اوز الامدن بينما كانت 8 كيلو جرام في اوز التلوز تمام كسير الدهن يبقى بيتميز بنسبة الدهن اعلى من اوز التلوز وتضع الانسة من 40 الى 50 بيضة في السنة بينما في اوز التلوز كان متوسط انتاج البيض من 30 الى 40 بيضة سنوية طيب مدة التفريغ من 28 الى 30 يوم يبقى في اوز الامدن من 28 الى 30 يوم طبعا نقول كده ونعمل مقارنة كده ما بين اتنين رجعلي بنقول انا ايه في اوز الامدن لماذا سمي اوز الامدن بهذا الاسم نظرا لوجوده او تم اكتشافه في مدينة امدن الموجودة في المانيا يبقى دي بداياتا كده سمي اوز الامدن بهذا الاسم نظرا لوجوده في مدينة امدن الموجودة في المانيا تمام طيب متوسط وزن الزكاة او لونه ايه الاول قبل ما ناخده متوسط وزن الزكاة يتميز باللون الابيض الرقبة الطويلة لا يوجد اي زوائد على الوجه ما فيش اي زوائد لا على الوجه ولا على الرأس كويس اوي يبى اللونه ابيض الرقبة طويلة لا توجد اي زوائد تمام نقطة تانية ان متوسط وزن الزكر 9 كيلو جرام تمام ومتوسط وزن الانسة 7 كيلو جرام ومتوسط انتاج البيض من 40 الى 50 بيضة سنويا ومدة التفريخ كام يا مستر ايوا برافو عليك من 28 الى 30 يوم من 28 الى 30 يوم طب حضرتك كده حط في دماغك النعين السلالتين سلالة التولوز وسلالة الامدن ده مهم جدا واحنا بندرس لازم اذا حضرتك ما عرفتش الفرق ما بين السلالة دي وما بين السلالة دي يبى حضرتك ما تعلمتش يبى ما استفدتش حاجة واحنا دورنا نعمل عملية التمييز انا عايز نميزك كطالب بالنسبان عن اي طالب اخر لازم تميز لازم تدرك حاجة بتدرس عندك سلالة فيها مواصفات وسلالة اخرى فيها مواصفات تانية لازم تميز ما بين السلالات المختلفة عشان عملية التمييز ديت هي اللي بترسخ المعلومة عندك وهي اللي بتخلي المعلومة في دماغك ما تتنسيش طب معلومة مواصقة يعني تاني اوز التولوز سمي بتولوز نظرا لوجوده في مدينة تولوز الموجودة في فرنس اوز الامدن سمي باسم امدن نتيجة وجوده في مدينة امدن في المانيا كويس اوي اوز التولوز طبعا لونه راماضي ويوجد بعض المناطق الحمراء على منطقة الصدر والبط اوز الامدن لونه ابيض تمام والرقبة طويلة يبا لما نجيب لك السلالتين ونقول لك ميز حضراتك تستطيع التمييز بمنتهى السهولة طيب اوز الامدن لا يوجد اي زوائد على الوجب تمام او على الرأس تمام اما متوسط وزن الزكر في اوز التولوز عشرة كيلو جرام طب متوسط وزن الزكر في اوز الامدن تسعة كيلو جرام طب متوسط وزن الانسة في اوز التولوز تمانية كيلو جرام طب متوسط وزن الانسة في اوز الامدن حوالي سبعة كيلو جرام طيب مدة التفريغ مدة التفريغ تمانية وعشرين يوم فيه من تمانية وعشرين الى تلاتين يوم في اوز الامدن وتلاتين يوم في اوز التلوز وده طبعا كده فضلناش غير متوسط اللي هو انتاج البيض في اوز التلوز من تلاتين الى اربعين بيضة سنويا في اوز الامدن من اربعين الى خمسين بيضة سنويا تمام يا شباب كده اعتقد كده السلالتين في الاوز مهمين جدا واعتقد اخدنا كده معلومات او فكرة عنهم نكمل بعد كده تالت نوع بقى وهو الاشهر بالنسبة لنا وهو الاوز المصري الاوز المصري بيربى في مصر سريع النمو يبقى تميز الاوز المصري بسرعة النمو لون الريش ابيض مع وجود ريش رمادي مخطط باللون البني يبقى ميزد كده الاوز المصري حضرتك اللون ابيض ولكن يوجد بعض الرشاء الرمادية المخططة باللون البني على الظهر والجناحات والارجل طويلة يبقى تميز الاوز المصري بالارجل الطويلة يتميز باللون الايه ايوة معايا كده باللون الرمادي لون الريش الرمادي مخطط باللون البني على الظهر والجناحية ويصل وزن الزكر الى 6 كيلو جرام والانسة 4 كيلو جرام يبقى اقل شوية وزنا من اوز التلوز واوز الامدن طيب وطبعا كسير الدهن بيه نزمة الدهن التاعته عالية زي الامدن وطبعا الالياف برضو فيه عالية بعد كده بنقول اللحمه اصمر خشن وتنتج الانسة من 20 الى 30 بيضة يبقى برضو متوسط وزنه من البيض اقل من اوز التلوز واقل من اوز الامدن اللي هو طبعا التلوز كان من 30 الى 40 بيضة والامدن كان من 40 الى 50 بيضة لكن الاوز المصري من 20 الى 30 بيضة في السنة مدة التفريخ في الاوز من 28 الى 30 يوم دي متفقة مع اوز الامدن يبقى ما هي مزايا الاوز المصري تعالى نقولها كده بقى مع بعضينا باختصار بص معين قلنا بيتميز الاوز المصري بانه وز ماله ده سريع النمو يبقى يتميز بسرعة النمو الارجل طويلة كويس اوي يتميز بلون الريش الرمادي وعلى الظهر كده مخطط ببعض الرشات البنية على الظهر وعلى الاجنحة تمام اوي كده عرفنا شكل الاوز المصري طب الاوز المصري متوسط وزن الزكر 6 كيلو جراء ومتوسط وزن الانسة 4 كيلو جراء طيب يا مستر اللي هو مدة التفريق فيك من 28 الى 30 يوم زي اوز الامدن بالزبط طيب بيدي متوسط انتاج بيت كام من 20 الى 30 بيضة وطبعا يتميز بكمية كبيرة من الدهون والالياف وطبعا اللحم بتاعه لحم خشن اصمر يعني بيدي طبعا يعني فيه خشونة شوية في اللحم بتاعته ولونه يعتبر لون ايه اصمر مش اصمر يعني بيميل للصمرة كده ولكن يعني قريب الشبع بيئة اللحم الحمراء ولكن ده بتعتبر نسبة الدون بتاعته ايه مرتفع يبا ده كده الاوز المصري يبا دول كده 3 انواع فيما يتعلق بيئة الاوز طبعا مش هنسيب الاوز لسه هنرجع له تاني زي ما قلتلك بعدين في حاجة مهمة جدا في انتاج ما يطلق عليه الكبد المسمن اللي هو هنقوله برضو دلوقتي خليك معايا كده انتاج الكبد المسمن ده جماعة في كل مرة هنذكر فيها الطيور المائية هنقولك ده مشروع اقتصادي دخل عملة صعبة كبيرة جدا للدولة لو الناس تنبهت لهذا المشروع المهم والعملاء ايه يا مستق؟ في الطيور المائية تحديدا وده احدى مزاياها بيغوى برا الدول الاوروبية تمام او في الغرب يعني كلهم اللي انتاج الكبد المسمن انتاج الكبد المسمن يعني ايه؟ يعني بيحبوا الكبد بتاع الاوزة بصفة خاصة والبط طب احنا بقى كمربين بنعمل ايه؟ بنعمل احنا عملية في حاجة كده اسمها عمليات التصغيط يعني بتعمل عملية التصغيط يعني قبل عملية الزبح مثلا بمدة 30 الى 40 يوم الكلام ده بينتج عنه كبر حجم الكبد بشكل كبير قد يصل الى 500 جرام يعني يا مستر 500 جرام يعني الكبد لوحده بتاع الاوز قد يصل الى 500 جرام يعني حوالي نص كيلو الكلام ده بقى بينبع برا وبيطلق عليه 1000 وجرة تمام؟ برا بياخدوه بشكل غير عادي ومكسف بص بيدوروا عليه يعني زي ما بنقوله كده بيدوروا عليه بشعمع فايه المنع ان احنا عندنا سلالة من سلالة الاوز دي ان احنا نكسر من انتاج الكبد المسمن في هذا النوع تحديدا بعمليات التصغيط اللي هي بتتم ليه الطائر خلال اخر 30-40 يوم تمام؟ او لمدة 30-40 يوم الكلام ده حينتج عنه عمليات تسمين للكبد وبعد ذلك طبعا بعد الزب حضرتك تبيع اللحوم وتبيع وتصدر اللي هو الكبد ده اللي هو مرغوب زي ما بنقول لحضرتك بشكل غير عادي برا ويدخلك عملة صعبة كبيرة جدا وايا كانت كميات الانتاج اللي عندك يمكن تصدرها بشكل كبير لان زي ما قلتلك انواع الاوز مش كتير على مستوى العالم اما تكلمنا في انواع الاوز قلنا 3 انواع بس على مستوى العالم منهم الاوز المصري فاحنا لازم نستغل لكل الاشياء اللي موجودة عندنا عشان نخدم بلدنا عشان نخدم نفسينا عشان بدل ما نستورد نصدر يعني احنا بنستورد حاجات كتير جدا نحاول بقى نصدر حاجات كتير جدا طبها في المتناول وطبها موجودة قدام الكلام ده بيتم فيه ما يطلق عليه زي ما قلتلك الف وجرة وان شاء الله برضو هنرجع له تاني لان الموضوع ده من المواضيع المهمة دايما لما نيجي نشرح الاوز على فكرة مطلخص كله فيه انتاج الكبد المسمن اللي هو عايز نفيد الناس به وعايز نفيد نفسنا به ونفيد دولتنا به عمليات تصدير الكبد المسمن اللي هو ما يطلق عليه الف وجرة عشان لما يتقل طيور مائية طب حضرتك فاهم اللي بيتقل فيه هناخده بقى بعد كده الصفات العامة بقى للطيور الايه المائية طب يستدل على الصحة العامة او الصحة الجيدة للطيور المائية ايه مصطر الكلام ده يعني حضرتك عايز تشوف الطائر اللي عندك ده سواء كان بط سواء كان اوز حالته الصحية جيدة ولا حالة صحية غير جيدة الكلام ده هتستدل عليه ازاي وهو موجود قدامك بدون خبرات بخبرتك انت كشخص من خلال المعلومات اللي هنقولها لحضرتك دي لما تلاقي العيون اللامعة وبراقة ده دليل على الحالة الصحية الجيدة لطائر او طيور المائية اما تلاقي لون الريش لامع تمام ده دليل على الحالة الصحية الجيدة معقولة يا مستر الكلام ده اه طبعا بالاضافة للايه الحركات القوية اثناء التجول في داخل العنبة الطائر نشيط الطائر غير خامي بيتحرك وبحركات قوية بيجري ينطفد بالاجنحة ده دليل على الصحة العامة للطائر تعال نشوفهم كده مع بعض يستدل على الصحة الجيدة للطيور المائية بالنشاط اهو النشاط والحركة والعيون البراقة النظيفة والوقفة الصحيحة الطائر واقف واقفة صحيحة الحركات بتاعته حركات قوية ما فيهاش ضعف اضافة الى الاقبال الجيد على الطعام والشراء بيتغذى تغذية جيدة اي حد جماعة تستدل على الحالة الصحية منه من خلال التغذية اذا كان بيتغذى جيدا تمام اكيد الحالة الصحية بتاعته هتكون جيدة ومن العيون اذا نظرت الى عيون اي حد حتى لما تروح لأي حد مننا لما بيروح لأي دكتور اول حاجة بيبص في عينيكو بيعمل لك عند العين كده طب نتيجة ايه بيحاول يشوف العيون براقة ولا العيون مطفية لأ العين براقة ده دليل على الحالة الصحية الجيدة للطائر الحركات القوية للطائر في داخل العنبة النشاط في داخل العنبة زي ما قلنا التغذية معدلات التغذية بتاعته الكلام ده كله دليل عالمي دليل على الحالة الصحية للطائر بالاضافة الى الاقبال الجيد على الطعام والشراب وبالريش الطبيعي والجلد النظيف شايف سلامة الصاقين والرجل ايه يبقى الوقفة وقفة صحيحة تمام الارجل سليمة مفقاش اي حاجة تمام لون الريش لامع برضو براق تمام لون العيون لامعة براقة تمام كل الاقبال على الطعام والشرب بشكل منتظم الحركات القوية النشاط في داخل العنبر كل ده دليل على الحالة الصحية الجيدة للطيور المائية الطيور المائية بقى سواء كانت بط سواء كانت اوز طبعا حضرتك تستطيع الاستدلال على الكلام ده بمنتقى البساطة ما انا عايزك زي ما قلت لك بقى تلاحظ انت بصت في العنبة ايه اللي استنتجته ممكن المستر معاك يقيم لك كده يدخلك على قطيع حالة الصحية جيدة ويجيب لك بعض السلالات يقول لك ايه السلالات دي تكون سلالات ضعيفة سلالات مصابة باي حاجة يقول لك ايه الفرق ما بين الاتنين حضرتك تستطيع التمييز من خلال الكلام اللي انا قلت لك عليه تمام يا شباب مهم جدا يا جماعة الدراسة الدراسة تكون مقترنة بشدة الملاحظة حضرتك تلاحظ ملاحظ جيد مش كلامه خلاص مش ناخد حفظه وخلاص معلومة نحطها في دماغي لازم ان نواحي النظرية تطبق عمليا تطبق عمليا ازاي ان حضرتك تشوفها في داخل العنبر وعالارض الواقع بنفسك وبنفسك بقى تقدر تقول الطائر ده طائر جيد ولا طائر غير جيد امتاجه عالي ولا امتاجه منخفض كفاقته الغذائية عالية وكفاقته التحولية عالية ولا كفاقته التحولية منخفضة زي ما ذكرناها في حلقات ايه سابقة طيب بعد كده بنقول طبعا نقطة اللي بعد كده بنقول لك لتكوين قطيع يجب الاخذ في الاعتباء اثناء الاختيار الشروط الاتية ده اللي يهم حضرتك بقى مهم جدا يا مستر انا سمعت كلام حضرتك وانا خلاص انا عايز نعمل مشروع طب نعمل مشروع في بقى اثناء الاختيار حضرتك تختار سلالات ايه وتجيب من اينه الكلام ده كله انا عندي بعض الشروط كده التي يجب ان تأخذ فيها الاعتبار لتكوين قطيع نمرة واحد قال لي اختيار الطيور التي تناسب السلالة والغرض من تربيتها يعني يا مستر يعني حضرتك جايب السلالة دي بغرض انتاج البيض ولا بغرض انتاج الله حضرتك بتربي بغرض انتاج الله ينفع نجيب سلالات متخصصة في انتاج البيض قال لي لأ طبعا طيب حنربي بغرض انتاج البيض نجيب سلالات متخصصة في انتاج الله لأ طبعا يبا حضرتك حدد النوع اللي حضرتك عايزه من البداية هنجيب السلالة مطابقة لنوع التربية اللي حضرتك هتربيه خلاص يا مستر فهمنا النقطة الاول يبا ده احدى الشروط الاساسية عندها تكوين القطيع. طب محدد كده مش جايبه خلاص كده وخليها بقى على الله. اه كلها هنخليها على الله ما فيش مشاكل ولكن لازم حضرتك. طب محدد انت عايز ايه? نمرة اتنين. اختيار الطيور. زات الجسم السليم. ايوة. لما تروح انت راح تشتري سلالة. تمام? زات لازم السلالة دي تكون جسمها ايه? سليم. متناسك. حجم الرأس مع حجم الجسم. متناسك يعني ايه? يعني يجب ان يكون هناك تناسك ما بين حجم الرأس وحجم ايه? الجسم. بشكل جيد. الطائر قدامك واقف كده على رجليه. الاخدام سليمة. تمام? خالية من اي شقوق او من اي تجرية. الاجنحة سليمة. حركة الطائر قوية زي ما قلنا. الطائر نشيد. الطائر مقبل على التخزيم. ده تاخد وانت مغمى. تمام? العيون براقة لامعة. ما هو الكلام ده? ده الكلام اللي احنا قلناه. ازاي نستدل على صحة الحياة? طب اه على صحة الطائر. استدلنا على صحة الطائر. عشان انا لما نيجي نشتري طائر. نعرف نميز والطائر واقف قدامي. نقول ده مسته ايه? وده عيبه ايه? لا ده الطائر ده مناسب لي. لا الطائر ده مش مناسب لي. يبتاني نقطة. اختيار الطيور زات الجسم السليم المتناسك. حجم الرأس مع حجم الجسم. طب نمرة تلاتة. العيون السليمة اللامعة. قلناها. الجسم العميق والصدر العريض. اه. تيجي عند منطقة الصدر كده. حضرتك. انت طبعا بيبقى ظاهر قدامك الطيور المائية نظرا اللي كبر حجمها. بتبقى ظاهرة بشكلك بيه? لكن ما يمنحش الامر يعني لمشي ايه دي كده. في منطقة ايه? الصدر. هتلاقي انه الصدر بتاعها عريض. هتلاقي ان الصدر مكنز باللح. يبقى هزي السلالة سلالة جيدة. تمام يا شباب? يبقى لتكوين قطيع يجب الاخذة في الاعتبار الشروط الهاتية. اختيار الطيور التي تناسب السلالة والغرض من تربيتها وشرحناها ووضحناها. اختيار الطيور ذات الجسم السليم المتناسك. اللي هو حجم الرأس مع حجم الجسم. العيون السليمة اللامعة. الجسم العميق والصدر الايه? العريض. طب لسه? اه طبعا. زي ما قلت لك الارجل سليمة. والطائر متزم في حركته. يعني ايه مستر الطائر متزم في حركته? يعني ما نلاقيش الطائر ماشي يزك. تمام? لا ماشي بانتظاء. الحركة بتاعت الطائر حركة سليمة مية في المية. تحس انه فيها قوة. تحس انه فيها شموخ. تمام? مهم جدا الكلام ده. لان ده دليل وعلامة من علامات صحة ايه? الطائر. ايه اللي يجبرني? ان انا نجيب طائر بيعرج معايا. ازا كان احنا الطيور دي بنستبعث. لا ده ما ينفعش انا نشتري طائر بهزي المواصفات عند تكوين الايه? القطية. العيون? اه براقة زي ما قلنا لامعة. كويس اوي. الارجل سليمة. تمام? تعالي بقى النسبة الجنسية. خلاص احنا اشترينا يا مستر. انا بقى النسبة الجنسية. نحط كم ذكر مع كم انسة. الكلام ده كده عشوائي. لا اطبع انا مستر. كل حاجة لا حاجة. تمام? الطيور المائية لها نسب جنسية معينة. كلها. والدجاج لو نسب جنسية ايه? معينة. تعالي نشوفوا. النسبة الجنسية لقطيع بيض التفريغ. فيه البط. فيه البط. ركز معايا. ما احنا قلنا ان الطيور المائية بتقسم الى بط واوز? انا هنتكلم على النسبة الجنسية التي تخص مين دلوقتي? البط. حضرتك لو هتربي خمس انا من خمسة الى سبع اناس يخصص ليهم زكر واحد. تمام? اما الاوز. حضرتك لو هتربي اوز تلاتة الاربع اناس ينسبهم زكر واحد. يبقى تاني. النسبة الجنسية المخصصة ليه? البط من خمسة السبعة لكل خمسة الى سبع. بطات كده اناس يعني? تحط معاهم زكر واحد. اما لو حضرتك هتربي سلالات الاوز. كل تلاتة الى اربعة. في المتوسط. تلاتة اوكي اربعة وكل اتنين ماشي. تمام? يوضع معاهم زكر واحد. كلام ده ليه يا مستق? عشان بعد كده البيض اللي يطلع عندنا يطلع بيض مخصب ما هتجرع عملية التلقيح. فتجرع عملية التلقيح بكفاءة. فيطلع بيض عندنا بيض مخصب. لما يطلع بيض مخصب لما يجي الانسة ترقد او تقوم بالرقاط على البيض او حضرتك هتجري عملية التفريخ على هذا البيض تكون نسبة الفوكس بتاعته ايه? مرتفعة والكلام ده في النهاية طبعا بيصب فيه مصلحة المروبي. لان طبعا لو كانت نسبة الفوكس مرتفعة بتوبى نتيجة ارتفاع الاخصاء. تمام يا شباب? طيب. يبا تاني النسبة الجنسية لو بط من خمسة الى سبع ناس يتحط لهم زكا. اما اوز تلاتة الى اربع ناس يتحط لهم زكا. لاختيار ناس انتاج البيت. حضرتك بقى مستر انا عايز نربي قطعان لانتاج البيت. ماشي. قال لك لاختيار ناس انتاج البيت عند عمر التبشير. ايه عمر التبشير دا يا مستر? عمر التبشير اللي هو عمر النطج الجنسي عند الاناس. اللي هو بيصل من ستة الى سبعة شهور. يعني بداية وضع اول بيضة هيتم وضعها في ناس عند عمر من ستة الى سبعة شهور في الطيور المائية. كويس قوي. ولها صفة المصابرة على وضع البيض. ايه الكلام ده بقى مستق? يوبة تاني. حضرتك تجيب السلالات اللي هي طبعا بتنضج جنسيا كده عند عمر من ستة الى سبعة شهور. اللي هي تضع البيض بداية من او اول التبشير بفي عمر من ستة الى سبعة شهور. قد يكون ستة ونص اوكي ماشي. سبعة شهور ماشي. ما تزدش عن كده. بالاضافة الى ايه المصابرة على وضع البيض. يعني القطيع مصابرة على وضع البيض يعني ايه? يعني المواصبة على وضع ايه? البيض. يعني ما تبيتش وتنقطع تبيض وتنقطع فاهم معايا ولا لا? دي اسمية عملية المصابرة على وضع ايه البيض. لان لما حضرتك هتربي بغرض انتاج البيض. احنا عارفين قلنا في بعض سلالات انتاج البيت في البط قد تصل الى 300 بيضة سنويا تمام فطبعا هنا مصابرة على وضع البيت ما نجيبش بقى سلالة تبيت مرة وتسيب لي مسلا اسبوعين وبعدين تبيت تاني لا دي اسمها عدم المصابرة على وضع البيت ودي سلالات غير مرغوبة في عملية التربية مفهوم يا شباب معي تمام اه نكمل بعد كده اه انواع بقى مساكن الطيور المائية احنا كده قلنا طبعا مواصفات ايه طيور المائية انواح ايه طيور المائية سواء كان بط سواء كان اوز عرفنا مزايا الطيور المائية عرفنا عيوب الطيور المائية حنتكلم بقى ايه هي المساكن ما خلاص ما احنا بنحاول حنكون قطيع خلاص يا مستر حضرتك قلتلنا المواصفات ايه اللي انا عايز نكون بقى القطيع ايه هي المواصفات الافضل عرفنا المواصفات طيب المساكن بقى قلنا انواع مساكن الطيور المائية نمر واحد التربية في مراعي التربية في المراعي سبق وقلنا قبل كده مع حضرتك قلنا ان المراعيدية طبعا يعني الطيور المائية بتتميز بتتميز في التربية في مراعي يعني ممكن التغذية على الحشائش على البقليات على جزوع الاشجار الصغيرة من الحاجات اللي هي بتاكلها بتتغذى عليه تمام في الطرع في المصارب في القنوات تمام وتتغذى على الاسماء فتغذية زي ما قلت لك تعتبر الى حد كبير تغذية اقتصادية رغم انها تستهل الكميات كبيرة الا ان الكميات الكبيرة دي ممكن انت تستعيد عنها زي ما قلت لك ببعض الحشائش بعض البقليات بعض الشجارات المزروعة وهكذا فاحدة بقى مزايا التربية او مساكن الطيور المائية اننا الرب في مراعي طب تعالوا نشوفوا مواصفات المراعى ده يا مستر عشان لو كان عندنا طبعا انا مثلا في قرية موجود في قرية وعندي ممطقة كويسة وعندي مساحة كويسة اذا كان الكلام ده ينسبني ايه المانع طب تعالوا نشوفوا نمر واحد التربية في المراعي يجب احاطة المراعى للطيور المائية بصور من السلك الشبكي تمام يعني حضرتك المراعى تحوطه كده بسلك شبكي او خشب وينصح بعزل الطيور المائية عن الطيور البرية اثناء الراعي بوحدات من السلك الشبكي مع توفير مكان للمبيت بالاخشاب كشك او حزيرة صغيرة وتوفير مصدر للمياه مجرى مائي ايه يا مستر تعالوا لي كده ده مراعى عادي خالص مفيش اي مشكلة منطقة جنبي البيت عندي نروح جاي محوط المنطقة دي يد بسلك شبكي تمام؟ منطقة سلك عالي عشان نعزلها عن الطيور اللي ايه البرية ما تجيش الطيور باطم أورلي في الطيور اللي عندنا كويس قوي وينيجي نعمل حزيرة او خزانة كده عشان تباد فيها هذه اللي ايه الطيور وطول النهار هي في المرعة تتغذى طبعا بس مع مراعاة احنا عارفين ان الطيور المائية احدى مزاياها انها طيور محبة للماء يبقى يفضل عمل ايه طبعا قناة كده او قنوات مائية يشرب او طبعا عن طريقها اللي ايه الطيور اللي ايه المائية يبقى انت وفرت له كده سكن مناسب هو ده اللي اسمه ايه المرعة او المراعي معايا يا شباب بس مهم جدا ان انت يعني تعزلها بشكل بحيث ان ما توصلهاش اي طيور بارية تمام تدايقها في داخل المكان تمام ولازم زي ما قلتلك مصدر للمياه لازم توفير مصدر او مجرى ايه مائي طب نمرة اثنين التربية المكسفة لانتاج اللح يعني ايه مصدر يعني انا ما عنديش المساحة اللي حضرتك بتقول عليها دي لكن انا عندي حجرة ممكن نربي فيه اوكي ماشي تمام هنعمل بقى تربية اسمه التربية المكسفة لمين لانتاج اللح يمكن تربية الطيور المائية في عنابر الدجاج التسمية اه يعني ممكن عنبر دجاج عادي اه مفيش مشكلة خالص اذا كانت متوفرة او عنابر اقل تكلفة لكن يمكن ركز بقى هنعمل ايه بقى في دي يمكن تغطية اسقف العنبر بقش القرز او حطب الزرة لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة وتزويد الشبابيك بستاير للوقاية من الطيارات الهواء الباردة ده كلام مهم جدا يا شباب حضرتك تاني ارجع لي كده انا لو حنربي بقى فين انا حنربي تربية مكسفة تربية مكسفة يعني ايه مستر عنبر من عنابر التسمية يعني ايه مستر برضو عنبر من عنابر التسمية عنبر عادي حجرة عادية ما فيهاش اي مشكلة خالص ولكن حضرتك يجب يجب وده مهم جدا بنقول لحضرتك ارجع لي مهم جدا انا بنقول لك ايه ان انت فوق السقف بتاع الحجرة دي يجب تغطيتها ببعض بقش الرز او بالحطب عشان حمايتها من الحرارة لان الحرارة العالية هتنزل على الاسقف هترفع درجة حرارة الطائر في داخل العنبة والكلام ده غير مرغوب بالنسبة للطيور المائية يبقى لو حضرتك ربيت تربية مكسفة هتبقى في حجرة عالية هزي الحجرة فوق السقف بتاعها تغطيها بتبقى من القش او بطبقة من الحطب عشان تعمل لها عملية عزل الحرارة تنزل على القش ده او على يعني تعتبر عازل كده ما بينها وما بين الايه الاسقف وطبعا لابد من وجود مجرمائي في داخل الحجرة دي ولو لم تستطيع عمل مجرمائي يمكن استخدام طبعا المشربيات ولكن بشكل كبير طبعا الطيور دي الطيور محبة للمياه لابد ان يكون هناك فرشة من التبنى او من النشارة مع مراعاة يوميا عملية طبعا ازالة الطبعة المبتلة ووضع طبقة ناشفة مكانها او جافة مكانها حفاظا على ارجل الطيور المائية واصلا ارجل الطيور المائية دائما ما بتصاب بالكساع يعني بتكسح ليه وزن الطائر بيبا كبير على الارجل فبالتالي بتكسح فانا طبعا بتكسح نتيجة ايه نقص كالسام وارتفاع نسبة الرطوبة نحافظه على وجود نسبة الكالسام دائما في العلائق ونحافظه على ان العنبر ما يبقاش رطب بالشكل الكبير زي ما قلتلك اول باول بالاضافة ايه لبقى لازم يكون عندك ستاير على الشبابيك اللي موجود عندك فتحات للتاوية ولازم يكون فيها ستاير اذا كان فيه رياح شديدة ولا حاجة تعمل عملية غلق للستاير دي غلق جيد وده كده يبقى احنا عملنا تربية مكسفة نموذجية بالنسبة ليه المساكن الطيور المائية يبقى الطيور المائية المساكن بتاعت يا اما تربى فيه مراعي يا اما تربى فيه زي ما قلتلك تربية مكسفة زي ما قلت الحضراتك كده بمواصفات العنبر الصالح للتربية المكسفة يا رب تكون الناس كده مستوعبة معايا الكلام ده كويس نكمل بعد كده نقطة رقم تلاتة تربية الطيور المائية على الارض تمام يقصد بقى التربية على ارضية اسمنتية كويس قوي ويتم تغطيتها بفرشة تبنى او نشارة الخشب من مخلفات المزرعة النظيفة الجافة يعني حضرتك لو عندك عنبر عادي مفيش مشكلة خالص ممكن تعمل ارضية العنبر ده من الخرصانة المسلحة تمام وتضع عليها كمية من الاشواء كمية من او من التبن تمام ويتم التربية في داخل هذا المكان وده بيطلق عليه التربية الارضية او التربية على الايه على الارض يبقى لغاية دلوقتي مساكن الطيور المائية لخصناه كده لغاية دلوقتي في كم نقطة في تلات نقاط هامة يا اما التربية في مراعي يا اما التربية مكسفة في عنابر دجاج التسمين عادي خالص تمام مع مراعاة الشروط اللي احنا قلناها او التربية الارضية ان انت بتعمل بس طبعا من الخرصانة المسلحة على الارضية مع وضع كمية من الفرشة سواء كانت من التبن او من نشارة الخشب مع مراعاة طبعا جفاف هذه الفرشة بشكل ايه دائم وتوفير طبعا مشربياتك وغزياتك في داخل هذا المكان وده بيطلق عليه التربية على الارض او ما يطلق عليه التربية الارضية طيب بعد كده نقطة لقم اربعة في عملية التحضين بقى تحضين الطيور المائية على ارضية من السلك الشبكي ودي مهمة جدا وهمة جدا وتعتبر من افضل انواع التربية لكنها مكلفة شوية طب نشوفها كده بيقول لي ايه تحضين الطيور المائية قدام قلت تحضين يبقى في الاعمار الاولى من النمو بعد الفاكس مباشرة بتاخد الطيور دي او حضرتك شريع عمر يوم تبدأ عمليات التحضين ازاي اللي بيتم تجهيز ارضية المسكة بوحدات من السلك الشبكي على ارتفاع من 15 الى 25 سنتي من سطح الارض تاني هنيجي على سطح الارضية كده ونعمل ارتفاع من 15 الى 25 سنتي من سطح الارض ونحط سلك شبكي تقف عليه الطيور ويراعى ان تكون الارضية الاسمنتية بميل في اتجاه صرف العنبة لسهولة تجميع الزرك والنظافة ويخصص عدد من 15 الى 20 طائر في المت المربع الواحد من ارضية السلك ايه الكلام ده يا مستق بص لي حضرتك احنا بقى عايزين نعمل شغل نموزجي نعمل الشغل النموزجي ده ازاي انا بقى عندي العنبة انا عايز بقى نعمل شغل يحمي الارجل بتاعة الطائر يحافظ على نظافة الطائر يساعد على النمو بتاعة الطائر بشكل جيد تمام مكلف اه بس في تكلفة الانشاة يعني احنا اعمله مرة واحدة الاول بتيجي على الارضية بتعمله بطبقة من الخرصانة المسلحة يكون فيها ميل على المجرى تمام اللي هو المجاري اللي هي ايه عشان لما تشيل الزرك او تشيل الحاجات اللي موجود او الزرك بقى بينزل من خلال السلك الشبكي نخليك تتخيل اول منظر معانه لو احنا عملنا الارضية دي كده زي المكتب بالطبقة من الخرصانة المسلحة يجب ان يكون فيها ميل بحيث انها لما تيجي الزرك ينزل ما بين السلك الشبكي ده تنزل على المنطقة دي يبا سهل على طول تنزل بميل بحيث انها تنزل على المجاري اللي حضرتك حتزيل فيها الزرك بتاعه يبا كده حفظت على النظاف طب يا مستا السلك الشبكي ده يتعمل بارتفاع كام من الارضية على ارتفاع من 15 الى 25 سنط 15 سنط ماشي 20 سنط ماشي 17 ماشي المهم لا يقل عن 15 سنط ولا يزيد عن كام عن 25 سنط وحضرتك عملت عليه السلك كده الطائر واقف عليه حميت الارجل بتاعت الطائر من الرطوبة حفظت على نظافة المكان بشكل لان الزرك والمخلفات بتاعت الطيور المائية كلها حتنزل على تحت تحت بقى السلك ده حتنزل على طبعا الارضية اللي هي الخرصانة اللي فيها ميل ديت اللي هي طبعا ما تخليليش اي مخلفات في داخل العنبر اه تكلفت عالية ولكن معدلات الحصول على نتاج منها بيكون عالي جدا يعني احنا بنصرب بس المرة واحدة لكن تجهزة العنبر طبعا بتبقى بالنسبة لك مستمرة ومستديم يبقى تاني زي ما قلنا بنعمل ايه طب المتر المربع مستر نخصص لك اه قالك المتر المربع الواحد تخصص له من 15 الى 20 طائر في المتر المربع شوف بقى حضرتك الاعداد اللي عندك كام وتعامل على هذا الاساس يبقى كل متر مربع يخصص له في مرحلة التحضين من 15 الى 20 طائر تمام من ارضية السلك طب فيها ميزة دي طبعا اكيد فيها ميزة وميزة جمدة جدا جدا بالنسبة لك طب مزاياها ايه يا مستر قال لي نمرة واحد لا تحتاج لفرشة دي نمرة واحد لا تحتاج الى ايه الى فرشة كلام مهم جدا مع حضرتك كده احنا استغنينا على مين على التب وعلى مين النشار خلاص مانش عايزهم في حاجة طب نمرة اتنية قلة الايد العاملة طب ليه يا مستر قلة الايد العاملة ما هو في النظام القديم وانا بالرب تربية مكسفة على الارض عايز حضرتك كل شوية تشيل المبتلة وتحط الجاف طب مين اللي هيعمل الكلام ده عمالة طب العمالة دي عايزة اجور يبقى انا حنصرف اكتر تمام طب انا كل شوية انا عايزنا اغير الفرشة يبقى حضرتك بتغير الفرشة اللي هو التبنى والنشارة دي برضو تكاليف يبقى دي مصاريف زايدة عليك يبقى شفت انت لما عملت التجهيزة بتاعة العنبة مرة واحدة عملتها في مصاريف انشاء العنبر مرة واحدة انا بالرب تيور ما هي العنبر ده بنجهزه للطيور المقين لكن حديني مزايا عديدة اللي منها زي ما قلتلك لا تحتاج الى فرشة مما يوفر في المصاريف بالنسبة للمربي قلة الايد العاملة مما يوفر في المصاريف بالنسبة ليه المربي فصل الكاتكوت عن الزرك نظافة بقى حاجة مهمة جدا بتفصل الكاتكوت عن الزرك بتاعه الزرك مجرد ما بينزل بينزل على المجاري تمام المائية خلاص تبعده مش المجاري المائية اللي بيتشرب منه لا مجاري حضرتك ايه الصرف يعني تمام نمر اربعة تربية اعداد كبيرة لان زي ما قلتلك شايف بقى المتر المربع الواحد انت بتخصص له من خمستاشر الى عشرين طائر اذا المساحات هياخد معايا مساحات كبيرة جدا واعداد كبيرة جدا من التربية او التحضين على سلك شبكة يبقى ده من انضف انواع التربية وهي التربية على سلك ايه شبكة يارب بتكون الناس فهمت فكرته بمنطقة البساطة ما فيش اي مشكلة زي ما قلتلك ارضية من الخرصانة المسلحة ويفضل لو حبيت تعمل مشروع زي ده تعمله انا احب ايه نصرف في الاول وهنوفر في الاخر لكن ساعات الناس تختصر بقى تقولك ايه لا يا عم اعمل دلوقتي اعمم وانت بتعمل حاجة بعد كده هتكلفك اكتر من الشيء النموذي يبقى عملنا الارضية من الخرصانة وتراعى ان تكون بميل تمام في اتجاه المجاري اللي هتزيل فعل الزرق بعد كده السلك ده على ارتفاع من 15 الى 25 سنطي يتعامل طبعا من السلك تسبت كويس جيدة يخصصها المتر المربع الواحد من 15 الى 20 طائر لكل متر ايه مربع الكلام ده يديني مزايا عديدة يخليني مش هنحتاج فرشة فيما بعد هيخلي فصل الكاتكوت عن الزرق بتاعه هيقللي في الايد العاملة بالاضافة الى يمكنك تربية اعداد كبيرة من خلال التربية فيه على سلك شبكي يبا لما نقول لك افضل انواع مساكن الطيور المائية اللي هي التربية على سلك شبكي نظرا لما زياه العديدة وطبعا كل واحد تبقى ليه امكانياته بعد كده التربية المكسفة لانتاج البيئ احنا قلنا قبل كده التربية المكسفة بس كانت التربية المكسفة لانتاج اللح احنا عايزين بقى التربية المكسفة الانتاج اللي ايه قلبيه طيب بيقول لي يقضي الطائر بها تمام بهذا المسكن حوالي 64 اسبوع كويس اوي حضانة رعاية انتهى يعني 64 اسبوع دول يا مستا شاملين فترة الحضانة وفترة الرعاية وفترة الانتاج لذلك يجب مراعاة الاتي يربى من 4 الى 5 طائر لكل متر مربع كويس اوي يبقى بيخصص التربية المكسفة الانتاج البيت المتر المربع الواحد من 4 الى 5 طائر تمام طب نمرة اتنين عش البيت بيكون شكله يا مستا 40 ف40 ف40 40 ايه 40 طول ف40 عرض ف40 ارتفاع كويس بينما اذا كان العش ده مخصص ليه الاوز يبقى 50 في 50 في 50 طب ليه يا مستا لان طبعا طائر الاوز بيكون اكبر من طائر الليه البط فبالتالي بتخصص له مساحات اكبر من الايه البط يبقى اعشاش البط 40 ف40 ف40 بينما اعشاش الاوز تكون كام 50 في 50 في 50 طب ليه كلمنا هنا على الاعشاش لان حضرتك التربية المكسفة الانتاج البيت انا عايز نعمل اعشاش نخصص اعشاش عشان الطيور المائية سواء كان بط سواء كان اوز تضح فيها الايه البيت تمام يا شباب طيب كويس اوي ويخصص عش واحد لكل ركز بقى عش واحد لكل من سبعة الى تمانية طائر كويس اوي يعني نعمل عش واحد ياخد من سبعة لتمانية طائر اه مفيش مشكلة خالق تمام ويفرش الفرشة على مدار اليوم يبقى التربية المكسفة الانتاج البيت هيقضي فيها الطائر المسكن ده لمدة 24 ايه 64 اسبوع شاملين ايه مرحلة الحضانة مرحلة الرعاية مرحلة الانتاج طيب يربى من 4 الى خمسة طائر لكل متر مربع المتر المربع الواحد تحط فيه من 4 الى خمسة طائر طيب نمرأ 2 عش البط قلنا يتميز بمواصفاته ايه قال لي يكون 40 فاربعين فاربعين طيب عش الاوز مواصفاته ايه 50 ف50 ف50 ويخصص عش واحد لكل من سبعة الى تمانية طائر كما يتم او يفرش الفرشة على مدار اليوم دي اسمات تربية المكسفة لانتاج الايه قلبي تماما شباب معايا كويس او طيب بعد كده عايزين ايه بعد التربية المكسفة اقولنا بقى كل انواع المساكن اللي عندنا عايزين نعرف ما هي انواع السقايات المستخدمة انواع المساكن المستخدمة في عنابر الطيور المائية انا زي ما قلتلك يفضل عمل ايه شباب ايوا برافو عليك قنوات مائية تمام او مجاري مائية في داخل ايه في داخل العنبة حيساعدك كتير وحيساهل لك كتير وحيوفر عمل وجه لما انت كل شوية عايز تملى مية تمام عايز تملى المساك عايز تشيل المساك تخسلها غسيل كويس وتنضفها وتحطها طب انت بقى لو عندك مجرى مائي الطائر على طول بيستخدم المجرى الماء المجرى الماء معمول على احد اجناب ايه العنبة مش معمول في وسط العنبة اذا معدل هدر الماء حيكون قليل معدل الرطوبة اللي هو حينزلها في داخل العنبة والزروطة اللي حيعملها دي في داخل العنبة حتوبة قليلة خالص وانت حتوفر العمالة بتاعتنا تمام يا شباب طيب يبقى انواع السقيات بقى المستخدمة اما نستخدم سقيات بلاستيكية يدوية السقيات العادية اللي كلكم بتشوفها في داخل العنبة اللي هي قطعتين تمام اللي هي طبعا 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 الطبع والمشربية وكلنا عارفنا دي اسمها مسقاة عادية او مشربية ايه عادية ومنها طبعا احجام مختلفة مثلا الصغفيزة ايه اتنين لت وفيه اربعة لت وفيه تمانية لت تمام حسب الليه النوع اللي عندك وحسب امكانياتها يبقى اول نوع من انواع السقيات المستخدمة السقيات البلاستيكية اليدوية ومنها طبعا اتنين لت او اربعة لت او تمانية لت السقيات الصغيرة تستخدم من اول يوم حتى سبعة العشرة ايام بعد ذلك تستخدم السقيات الكبيرة ده كلام مهم جدا بارجعلي فيه يعني يا مستق حضرتك بعض المربين بيغلط غلطة كبيرة جدا ما اخدش باله منك حتى سقيات كبيرة الاعمار طيور في عمر التحضين او في عمر يوم يا عم اول عمر يوم ده عمر يوم عمر يوم ما انا محتاج فيه ايه فعمر يوم عايز مشربيات اصغر احجام عندك لغاية عمري كم يوم لغاية عمري عشر تيام تمام بعد كده حضرتك استخدم بقى المشربيات الكبيرة في الحجم مفيش ادنى مشكلة فيه يبقى لما نيجي نستخدم مشربيات في الاعمار الاولى يجب ان تكون من عمري يوم لغاية عمري عشرة ايام اوكي ماش طب بعد كده حضرتك بعد كده تستخدم المشربيات الكبيرة يبقى ده اول نوع من انواع السقيات اللي اسمه السقيات البلاستيكية اليدوية طب نمر اثنين السقيات الاوتوماتيكية تكون داخل العنبر ومتصلة بانبيب ومواصير متصلة بتنكئ المياب العنبة وتعلق داخل العنبر في شكل صفوف وتكون صفين بطول العنبر يعني يتعامل صفين بس اللي هي المساقي بنقول على المساقي الاوتوماتيكية المساقي الاوتوماتيكية المساقي الاوتوماتيكية دي بتبقى مساقي معلقة بتبقى متعلقة كده فيها خرطوم متصل بتنك في ايه المياه لما يخلص التنك او كل ما يخف المياه طبعا حضرتك على طول بتفتحته وتوصله المياه بصفة مستمرة كل ما يقل التملاء تمام دي اسمه الايه السقيات الاوتوماتيكية تمام تالت نوع من أنواع السقيات برضه اسمه خط النبل أو الحلمات وده عبارة عن خطوط من الحلمات للشرب مجرد الطائر كده ما يجي منقاره على الحلمة دي على طول تلاقي الماء نزل له تمام وده مهمة جدا واقتصادية جدا وبتوفر الهادر في المياه ولكن طبعا أسمنة بتكون عالية شوية ده عبارة عن خطوط من الحلمات للشرب وتكون متصلة بتنكي المياه وتكون في صورة صفين أو أكثر بطول العنبة يبقى زي اللي فاتت آه تمام ويتم التحكم فيه ارتفاحها حسب العمر وحجم الطيور أبالزاب تبقى يعني لو الطيور حجمها صغير أنت بتتحكم وتنزلها للطائر حجمها كبيرة ترفعها شوية ويختلف عدد السقايات على حسب العمر في بداية العمر سقاية واحدة لو في الأعمار الأولى عمري هو تستخدم سقاية واحدة لكل من 30 إلى 35 طائر أو سقاية لكل 50 طائر بس ده في الأعمار يا شباب الأولى تمام وكلما زاد العمر زادت عدد السقايات المطلوبة لزيادة حجم الطائر وزيادة احتياجاته من المياه يبقى هذا تالت نوع من الأنواع اللي هو بيطلق عليه خط النبل أو خط النبل أو الحلمات خط النبل أو الحلمات يبقى قلنا سقايات بلاستيكية عادية مساقي أوتوماتيكية أو خط النبل أو الحلمات وتخصص في الأعمار الأولى حوالي من يعني من 1 إلى 50 أو 35 وكلما تقدم الطائر في العمر زودت حضرتك من عدد المساقي أو من عدد الحلمات أو النبل زي ما بنقولك أو هذه الخطور بعد كده طبعا احنا هنكتفل غاية هنا كده بالمساقي وأعتقد يعني لحد كبير أخدنا جزئية كويسة كده من أنواع الأوز زي ما قلنا عشان وقت حلقتنا دايما بيخلص معاكم بسرعة فطبعا أخدنا مراجعة كده سريعة اللي احنا أخدناه أخدنا أنواع الأوز قلنا عندنا أوز التلوز قلنا أوز الأمدن وقلنا أوز المصري عرفنا الصفات الشكلية والإنتاجية لأوز التلوز عرفنا الصفات الشكلية والإنتاجية لأوز الأمدن عرفنا الصفات الشكلية والإنتاجية لأوز المصري وعرفنا طبعا ما هي طبعا مساكن الطيور المائية بأشكالها المختلفة وعرفنا تمام اللي هي ما هي بعض أنواع المصاقي التي تقدم لي الطائر في الأعمار الأولى إيه وفي كلما تقدم الطائر في العمر إيه ويا رب تكونوا استفادتم من الحلال دي وإلى هنا طبعا استوضعكم في رعاية الله وإلى لقاء آخر في حلقات قادمة كان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته